في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مأدوبة عشاء رسمية استضاف خلالها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جيم بينغ وسيدة قرينته الحضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدى وعقب وصول رئيس الوزراء إلى مقر الفعلية بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين جرى وفق مراسم الاستقبال التقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس الصيني وقرينته مع رئيس الوزراء وقرينته ثم شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة جماعية للحضور من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمأدوبة قبل أن يشهد الجميع عرضا فنيا مميزا من الفولكلور الصيني والأفريقي قدمه شباب وشابات يحملون أعلام الدول المشاركة ومن بينها العلم المصري اشتركوا في القناة